موسيقى موسيقى أهلا بكم لقاء خاص مع النجم العالمي روبرد دونيرو ميديان تيفي يخصها واحد من أسياد السينما العالمية بلقاء خاص هنا في مراكش هو ضيف مراكش وضيف المهرجان الدولي للسينما وضيف المغرب التقديم من اللازم أن نقزم مساحته الزمنية لأن الأهم هو استغلال الرأس مال الزمني لهذا اللقاء الحصري الخاص مع أسطورة السينما العالمية ضيف مهرجان مراكش السينما الدولي بشكل حصري على قناة ميديان تيفي لا دائل جرال الكلام كثير لأن اسم روبرد دونيرو يقدم نفسه بنفسها أهلا بك السيد روبرد دونيرو ومرحبا بك في هذا اللقاء الخاص عبارة عن FBM مصغر بداية أود أن أعبر لك عن مدى فخرنا باستضافتك على ميديان تيفي وفخر جدا باستضافة سينمائي عظيم جعلنا نحب السينما ونحب الأفلام وشخصيا حفزني على حب هذه المهنة شكرا لك على هذا اللقاء الخاص مرحبا بك في المغرب وفي مراكش ورجاء تحمني وتقبل إنجليزيتي سأحاول أن أطرح أسئلة قصيرة ومركزة قدر الإمكان إذن سؤال أول تمنينا استضافتك هنا في المغرب منذ مدة طويلة ولدورات عديدة هنا في المهرجان وأنت طبعا حذيت بتكريمات عديدة في بقاع مختلفة احتفت بمشوارك الغني تكريم مراكش فيه إضافة وتمييز؟ نعم كنت دائما أرغب في المجيء إلى المغرب وإلى مهرجان الفيلم بمراكش لم أتوقف عن تأجيل هذا لأن كنت أريد أن أحضر معي أطفالي الذين كانوا دائما في المدرسة لقد كان الوقت مناسبا وهذه فترة مناسبة للقيام بذلك اعتقدت أنهم يمكنهم تنظيم هذا المهرجان في شهر مارس خلال عطلة الربيح لكي أحضر أطفالي برفقتي لكننا لم نستطع أن نفعل ذلك بالطبع أنا أمزح لذلك قررت أناتي بمفرد هذه المرة وخلال الرقاء هذا يمكنك أن تتنور قهوتك قليل من حفاوة مغربية هل سبق لك سيد روبيت دونيرو أن حذيت بفرصة مشاهدة أفلام مغربية أو الالتقاء بمخرجين مغاربة؟ في الواقع لقد التقيت بعدد من السينمائيين المغربة لكن لم أشاهد الكثير من الأفلام المغربية وأشعر دائما بالسوء عندما آتي إلى البلد المضيف ولم أشاهد أفلامه أو بعض أفلامه الرئيسية أعتذر إذن عن عدم قيامي بذلك عادة المخرجون السينمائيون هم الذين يؤثرون في المشخصين ويعطونهم التوجيهات الأساسية لكن معك نحس بأن الأكس هو الذي يحصل لم تؤثر فقط في مشوار مماثلين بل أيضا في مشوار مخرجين بعضهم مغاربة ألهمتهم كيف يصنعون أفلامهم أو كيف يكتبون أدوارا خاصة أنت مبدئيا المؤثر رقم واحد عالميا في الصناعة السينمائية هي مسؤولية جد جسيمة نعم بالتأكيد يجب أن أكون أكثر أكثر اطلاعا على الأفلام التي تصنع في الدول التي أقوم بزيارتها مثل ما يفعل المخرجون مثل مارتين سكورسيزي مارتين بركه الله يعرف جيدا أفلام كبار السينمائيين في كل الدول التي يزورها وأحيانا أقوم بالاستعانة به حين أقوم بزيارة بلد ما أطلب منه انطباعه الشخصي وسأشاهد لكي أعرف ولكي أتذكر الأفلام التي تم إنتاجها في موضوع أخر مدينة موراكوش ستحتضن جاري هذا الشهر شهر ديسمبر مؤتمرا دوليا للهجرة وبلدنا المغرب سوى على مرحلتين وضعية ما يقرب الخمسين ألفا من المهاجرين غير الشرعيين من بلدان إفريقية جنوب السحراء نعرف مواقفك الواضحة والجريئة في عديد مواضيع صراحة ما موقفك في موضوع الهجرة واللاجئين وهو موضوع ساعة عندكم أيضا في الولايات المتحدة أترح سؤالي طبعا وفي الخلفية دورك في الفيلم الوثائقي إليس لمخرجه جيار في الواقع لقد قمت بإنجاز الفيلم الوثائقي إليس مع المخرج جونيور قبل بضع سنوات وكنت سعيدا بالقيام بذلك لأني أردت فعل ذلك وفي التدابير المتعلقة بالهجرة التي تهم الولايات المتحدة كل ما أعرفه هو أنه قبل الانتخابات النصفية رأيت ترامب يقول إنهم سيأتون هذه الجحافل من المهاجرين وإنهم كانوا ذاهبين لاقتحام الولايات المتحدة وعرفنا أن كل ذلك غير صحيح ولكن الآن وبسبب بعض الأشياء التي وصلتنا أغلقنا أبوابنا وبالتالي أصبحوا شيئا ما يأيسي إنهم يركضون في كل مكان وكاميرات الصحافة تصورهم وهذا ما خلق وضعية سيئة تصورهم كأشرار وكأنهم مجانين وهذه الوضعية مثيرة للشمئزاس وكان يجب معلاجتها بطريقة إنسانية ومتحضرة ومن وجهة نظري سابقا كانت هناك أماكن حيث يمكنهم أن يذهبوا ولكن على ما يبدو أنهم أغلقوا بعض الأماكن والآن لا يعرفون إلى أين يذهبون المهاجرون لا يعرفون إلى أين يذهبون إنه يعاملهم كمجرمين وقد يكون بعض المجرمين هنا وهناك ولكن هناك أطفال صغار وعائلات وهذه حالة سيئة للغاية وهي محرجة لي كأمريكي طيب هنا في المغرب أراهن على أن لك الشعبية تضاهي شعبيتك في نيويوك والأكيد أنك أحسست بالأمر خلال رقائك بالجمهور أمس في مراكوش جمهورك لم يخيبك يوما لكن هل هناك دور لم تلعب لي لحد الآن ضمن قائمة أدوارك الكثير جدا أم أنك ترى بأنك في مرحلتك الحالية قد حققت كل شيء ولعبت كل الأدوار التي تهمك كممثل لا ليس تماما هناك أشياء لم أفعلها بعد أنا بصدد الاشتغال على مشروع مع ديفيد أو راسل لكن لا أريد أن أتحدث كثيرا عنه لأني في كل مرة أتحدث حول أشياء لا يكتب لها أن تحدث أبدا قلت ذلك منذ فترة طويلة عندما طرحت علي مثل هذه الأسئلة قبل حوالي خمسة عشرة سنة أجبت بقولي أريد أن أفعل هذا وذاك لكن هذه المشاريع لم تحدث أبدا الآن لا يمكنني أن أقول شيئا حول مشروعي مع ديفيد أو راسل أنا حاليا بصدد الاشتغال على مشروع مع مارتن ولكن هذا ليس سؤالك أنت طلبت مني نوع الأدوار التي أتمنى القيام بها الأدوار التي أريد أن ألعبها مع راسل ومارتن في فيلمه الجديد إنه دور مختلف وأمل فقط أن يحدث وهذا خاص إذن سيد ربيد دونيرو كل الضيوف برنامجي عادة ما نخصص لهم رسما خاصا بهم كاريكاتور يعده زميل خالد شردي واحد من أشهر أسماء الكاريكاتور وأكثرهم موهبة في المغرب نهدي لك رسما ماذا؟ هذا رائع أعتقد أنه كان موافقا إلى حد بعيد إنها رائعة حقا شكرا جزيلا وأود أيضا أن أمنحك قبعة برنامج الـ FBM هو الشرف لأن أقدمها لك سيد ربيد دونيرو شكرا 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 جزيلا لك على قبولك الحضور معنا في لقاء خاص وأتمنى لك مقاما طيبا في المغرب سيد ربيد دونيرو شكرا جزيلا لك 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 شكرا جزيلا لك